أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر أن الإدارة الأمريكية على علم بالقرار الإسرائيلي المتعلق بالاعتراف بمهربية الصحراء وأضاف ميلر خلال ندوة صحفية بمقار وزارة الخارجية الأمريكية أن استئناف العلاقات بين المهرب وإسرائيل كانت إيجابية للبلدين وللمنطقة مؤكدا أن واشنطن تتطلع إلى العمل معهما لتوسيع دائرة السلام بشكل أكبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إنه ليس لديه أي تعليق على قرار الحكومة الإسرائيلية وفيما يخص الموقف الأمريكي أكد ميلر أنه لم يتغير منذ الموقف الذي تم الإعلان عنه في دجمبر 2020 خلال ولاية ترامب والذي أعلن آنداك اعترافه بمغربية الصحراء اشتركوا في القناة